السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هالنهار ان شاء الله هنقدم لكم واحد فيديو اللي حقيقة هو عبارة عن هدية 100% من قناة ديدو سامودي لكل المبتدئين والمحترفين اللي كيربيو الأرانيب هالنهار ان شاء الله هنقدموا هات قفش خافو من جارب دير الأرانيب هذي طريقة مجربة ان شاء الله يعني انا ما عنديش هاد المشكلة دي لجارب الأرانيب ولكن اخذت هالطريقة من عنده واحد صديق ما في حقيقة الحاجة الوحيدة اللي يبغى انكم تحملوا الوالدين دياله قال لك قدمها بكل طيقة وراها مجربة من المدة ثلاث ايام كان جاه واحد الجارب الواحد شانشيلة بين عينيه والذي الزغب كنت نتفلو وفرج له وهالطريقة اخذها من عنده واحد المرأة مرأة كبيرة ودارها وقال لها صدقة مئة بالمئة الناس ما رديش فقوا يخافوها ان شاء الله من جارب الأرانيب لا الحتي يطواجب تسميته النظافة مزيانة نقياه مزيان كما عودتكم في الفيديوهات ديالي كنقول لكم نقياه قادوا مزيان ان النبي يكون نقي قدي تأتيت سنتفل حتوف الزفد للحواج ولكن الى تحتوف هاد المشكل راها تسيد هادا كيقول لكم ان ما غتقوش خافو من جارب الأرانيب فتاتا كيفما كان نوع دياله والمشكل انه هو ماشي مشكل ولكن هذا انه يعني واحد جانب ايجابي مئة بالمئة ان هاد هاد دواء رخيص للغاية اسمه هو وهو غي اعط شي العادي راها بتمندير راها مكتوب فيه كما كتشوفو راك يدير سبعات دراهم ونص اه هو اعط شي العادي اللي كيتباع في المحلات و اه الزيت البلدية قاعد الناس را عندهم الزيت البلدية او قاعد ما عندكمش شريو غي المقدار اللي عادي تخدموا به انه الزيت البلدية مشي مشكل انه تكون حايلة ولا تكون يعني اصليه ولا لا غير تكون زيت عادي ديال الزيتون زيت الزيتون تقدروا تشريو من المقدار اللي بغيتو وبلا شكرا قاعد الناس را كيكون عندهم زيت الزيتون في الدار ديالهم اما الماكلة اما الطياب الموهم زيت الزيتون عادي طريقة هي كالتالي انتما تجيبو جيش كسان عاديين جوج اه 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 انا لا ولكن ما بغيكون وغادي تحطوه نفس المقدار هانتم ممكن ما كتشوفو معايا وخات كتر شي شوية وخاتقلل اللي المهم انها اخدامة مئة بالمئة هالطريقة نفس المقدار ديال الزيت الزيتون مع نفس المقدار ديال اطشي اطشي اللي هو جافيل عادي كيشيرو بليطرو ما شيري الروح ولا شي حاجة غالية ولا انتم ممكن تشوفو اه الثامن ديالو ثلاثة دراهم عافو انا راني المبنين ثم الثامن مرادين شي عبتلنا يا هاو مرادين ثلاثة اه سبعة دراهم ونصف ثامان الخيس وكتجيبو الزيت ديال العود العادية كيما بغا تكون وخات تكون اصلية ولا عادية وخات شريو المقدار اللي بغيتو شريو مثلا غي اه خمسة دراهم ولا اللي بغيتو ماشي من اللي يكون يطرو هنه ديال انا غي كتنتسحو بيه هني كتجيبو نفس المقدار كيما كلاما سليدي فيك، są نفس المقدار كتجيبوه في كاس الأول، ولا الاناء الأول الاناء التانية وتانية نفس المقدار تجدوه خاكم متفاوتين شوية مش مشكل وكتم ممكن تخلطوه بها الطريق عادي انتم ما اتشوفو خلطوه ومعطوكم هنا واحد محلول اه انتم ما مراد كيب قاد الزيت الفوق معروفة الزيت غادي يبقى الفوق واسمتوا ان الماء يكون تتقل من الزيت معروفة ولكنتما يخلطوا بهالطريقة بحالها كمه؟ معلقة ولا هكا انتما حركوا بهالطريقة كي يعتكم هاد المحلول هكا هاد المحلول غادي تشدوه وغادي تجيبو الطونجة ولا اي حاجة مهم انه ما كان صاحبش عليكم ما كان دير شي حاجة اللي خارقة ولا غيارة تجريبة مجربة ما غاديوش قاو تخافوا بنجرب الان يعني ربيوا الان بديالكم بوحد الثيقة لان قاعد الناس كلهم الحاجة اللي كيخافوا من هلش كيبخوا يبغوا يشيروشي آراني بمن الصوغ ولا كيقولك واش فيهم الجربة ولا ان شاء الله ما غاديش خافوا من الجربة انتم ما مش يغادي تشيرو آراني فيهم الجربة ولكن من آراني بديالكم هاما انتم ما كاتربيوهم ومثلا غفلتوا عليهم ولشين هار تصابتهم الجربة انكم ما غاديش خافوا منها هاد المحلول غادي تتخلطوه هاكا بعد طريقة انتم مانو في سندق الكيمية اللي يديرو في زيت زيت العود. زيت العود العادية زيت زيتون. كديروها في اطشي ولا اي محلول دير جافي اللي كيتباع بليطر ومشي ملا ما يكون اطشي. يا حنا المهم اطشي را كيدير سبعة درامونس مشي شي حاجة. هم كيني بزاف دي سمية. المهم توما اطشي هوا كيدير سبعة درامونس على زيت العود وخشلوا المقدار اللي بغيتوا. خلطوهم بها الطريقة وشدوا الاماكن اللي تصابوا بها الانب ديركم ومسحوا البونجة ولا شيشيتة ولا اللي كان. ومسحوا هذك المنطقة جيدا مسحوها مزيان. وهذا المحلول ما تكرهوش يعني تمسحوا به الكاش كامل. يعني هذك الجربة را كتسرح من من واحد لواحد. ثم هذك الجهة اللي تصاب بها مسحوا بها الجهة هي كتكون بحل الزغب كي بداي كي بقى تنسل من هذك الجهة وكي بقى يسرح. وكي بقى يجي من منطقة المنطقة هادا والجرب. خلينا من القشور ديال الودنين اللي وردتكم حل الفيديو في السابق. لذك بلود ميتين هذك هذك تصوتوه في الودنين. اما هادا البرايسة البرايسة اللي مشا من هالزغب هذك هي اللي كتشدوه هاد المحلول هادا. عندما ديما كي بقى الزيت الفوق يطلع. عندما حركوا جيدين هاكا باش باش يتخلطوا بعضياتهم. وعاد حقوه ديك الجهة المصابة وشدوه هاد المحلول وحقوه به الكارج كامل. اكا غير واحد ليومين ثلاثة ايام. انا السيد را قال لي نهار الثالث انبت ازغب. تحيل هذك المشكلة وانبت ازغب. را هذي طريقة مجرابة من عند الناس ديال بكري. احنا جارب. هالتجربة راها مجربة للي مئة بالمئة. انا ما عنديش المشكلة المشكلة ديال جارب. ولكن هذي راها طريقة سهلة مجربة. اخدوها من عندي كهدية من قناة دي دي سامودي. اه ودعوه مع هاد السيد لان اقل لك انا بغيت غير رحمة الوالدين. هذي راها من من الاسرار اللي كي يخبيوها اه جدودنا. هو اعطاها لنا اه بغي قال لك رحمة الوالدين. دعوه معه. هاد الشي اللي تقدروا تديرو. الى اه خدمتلكم هاد 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 طريقة هذي. اه كنشكركم على التعاليق ديالكم وكن رحب بكم. اه هاد الفيديو هدف حقا انا كنت سنناه من شحال هذي. لان انا نريد فيد المشاركين ديالي والمتتبعين ديالي. اه طريقة سهلة. اه مرحبا بالتعاليق ديالكم. ساندونا وتكيو على الجراء. الناس اللي باقي ما شاركوش معنا. يشاركو ورا هاد المعلومات قيمة ومشاريع اه خيصة في الثامن ويعني مزيانة مئة بالمئة. اه الناس الفقراء يديروا هاد النوع من من المشاريع مشاريع صغرى كتديرها في دارك ما عندك ما كتحتاجش مساحة. والى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله. انتو ما طريقة سهلة الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله.